وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ودبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من دبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 63 طن وفي مجالات الحجب والاحتكار والاستيلاء على السلع المدعومة تم دبط 24.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم دبط أكثر من 18.5 طن كما تم دبط 20 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابس تم دبط 616 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فيما تم دبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 107 أطنان أقمح محلية في مجال دبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأقمح المحلي